ما بدك تتعلم من المسلم تعال نتعلم من الإسرائيلي السبع شغلات ممكن تتعلم عن الإسرائيلي أولاً إسرائيلي ما برفع سلاح بوجه الإسرائيلي لا يمكن الأمر الثاني تعاون بتعاونه بتعاونه بيقوه بعض بيساعده بعض أيضاً الوقت لا يضيعوا وقت أبداً يشتروا الوقت وينتهزوا الوقت بتشوف بالبرلمان البرلمان الاحتلال ثم يتجادلوا ويتدعوا إلى الأصوات بضرب الشاكوش وبيقول هفا العزمان هفا العزمان بالعبر يعني حرام يعني شي به حرام تضيع الوقت الوقت عندهم هم جداً الرشوة إذا أحد منهم تورط فيه الرشوة نسفو نسف لأنه يؤمنوا أن الرشوة تنهي كيانهم فالرشوة ممنوعة جداً عندهم القوة الله سبحانه وتعالى يقول وعدوا لهم استطعتهم من قوة وما أخذوا الآية طبقوها أحسب مننا يعدوا للقوة يومياً يعدوا للقوة أيضاً الدين يطبقوا الدين دينهم لبسهم تراثهم أينما كانوا ما بهم إيشي لا يبالوا وإحنا الواحد لاقيه اسمه محمد بيستحي يقول عن اسمه محمد مو مايك مش عارف شو الله يهدينا الأمر الأخير أنه الإسرائيلي بتعامل معك مهما كان دينك وجنسيتك وجنسك إذا كان منك فائدة ومنفعة أكثر من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله بدك تتعلم بتعلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر